يشرفني وينورني الحديث عن النادي الاهلي وبطولة اليوم وشكل النادي الاهلي في مبارات اليوم أمام مودر نفيوت شار الصديق العزيز محمود داشاكر محمود منور الدنيا حبيبي يا كريم إزاي؟ أخبرك إيه؟ إنت أخبرك إيه؟ أمورك كويسة؟ كله زي الفل حكاية النادي الاهلي بقى طبعا يعني تقعد تتأمل كده وتتخيل مش هقولك مؤسسة تقعد 116 سنة عايشة على نفس المستوى شخص عادي من شخص عادي يقدر يبقى ناجح 50 سنة وربعض من شخص عادي بناجح 60 سبعين سنة وربعض النادي الاهلي مؤسسته رغم أن الأفراب بتتغير بيفضل ناجح من 1907 إزاي كده؟ والله يا كريم يعني النادي الاهلي خلص كل الكلام يعني أنت بتتكلم من 4-5 أيام النادي الاهلي بيحصل على برونزيت كسل عالم بعد 4 مشاركاته و4 سنين في النص النهاية كسل العالم الآن داي النهاردة بياخد بطولة السوبر وجمهور الاهلي عاوز أكتر من كده جمهور الاهلي لسه طمعان في أكتر من كده جمهور الاهلي طمع جدا عاوز كل بطولة يدخلها النادي الاهلي يكسابها وده يرخدنا بقى يا كريم لإيه؟ لمارسر كولر يعني انت ده بمارسر كولر للنادي الاهلي كل يوم بيثبت أكتر وأكتر إن الراجل ده زي ما أنت تتكلم في الإنترو لا هو بدأ يحقف أرقام من والجزئ ويتخطى أرقام من والجزئ وبدأ يعني كان الاختلاف مع بيتسو موسيماني اللي عمل حاجات كتيرة جدا مع النادي الاهلي وبالمناسبة بيتسو موسيماني ما يخسرش ولا مباراة كبيرة إلا سينبا التنزاني يكسب كل المطشطات الكبيرة محليا وقران وخارب كل مطلعات وغرم ناجح جدا جدا ولكن دايما يا كريم في علامات استفاهم كتيرة جدا على أداء نفسي على أداء وعلامات استفاهم كتيرة جدا النادي الاهلي ما بيلعبش بأسلوبه النادي الاهلي بيلعب دفاعه بيلعب بس على الكار طويلة تيجي النهاردة تفرج على الأهلي الأهلي بيلعب في أي مباراة مع أي منافس بينزل يطبق أسلوبه أيا كان الفريق اللي قدامه والمباراة اللي ما كانتش قد كده مباراة سانداونز النادي الاهلي ما طبقش أسلوبه حاسيت النادي الاهلي ما بيلعبش بالنزع الهجومية المباراة اللي كانت في فرتوريا الاهلي خسر فيها واحد سفر حاسيت النادي الاهلي برضو مش بأسلوبه راجل لعبه قدام اتحاد جدا بأسلوبه وليعب قدام فلومنسي بأسلوبه، لعب قدام قراوة والنهاردة في مودرن فيوتشر برغم ان كان يعني القصة دي لسا هتكلم معك فيها شوية ان كان في بعض اتدلع في وقات المباراة في الشوت الداني وهي اللي قالبت المباراة على النادي القالم خلت المباراة واضح اللي كان حس في لحظة من لحظات المباراة خلصت واللي خلاي حس كده انه كمان مودرن فيوتشر كان ما حسلك باستسلام اللي اتنين مش فجأة مودرن فيوتشر استفاق وكان في وقت كان القالم كسل فيه مودرن فيوتشر شوت الاولاني ما شطش ولا شوته على الثلاث خشبات كانش فيه اي اختبار لمصطفى الشوبير وعاوز قولك على حاجة عشان الناس برضو يعني ما تظلمش مصطفى الشوبير شوية انا حسيت ان الفريق شوية لما بدأ يفك شوية حتى كمان مصطفى الشوبير وهو بيلعب الكرة كان فاكك برضو شوية فالكرة اضغط عليه بس 100% هو خطأه ده طبعا 100% خطأه بس هنقض نقول بجنبها قلة خبرات كسل اللعيبة بشكل عام او يعني استسهال المباراة كلها طالت مصطفى شوبير بس فالأول والآخر هو خطأه ده طبعا زي ما هنحمل جنش خطائين الهدفين الاول والتاني تحديدا يعني للنادي الاهلي وبعا كانت كلمة على التالة والرابة بس اول والتاني كان مسؤولية جنش بمناسبة بموضوع جنش يا كريم وشفتك امباراة طبعا والزولاء العزاء اللي كانوا معاك اه مجنش هو اللي اثر على نفسه في مباراة النهاردة يعني جنش التصريحات بتاعته اللي كانت صعبة جدا جدا ونارية زي ما بيقولوا اصرت بشكل كبير جدا وسهلت الامور على النادي تصريحات بس عشان افكر استاذ المشاهدين تصريحاته اللي قاله في المؤتمر الصحفة في مباراة اللي لان فيها روي بيتوريا انه ماخدوش المنتخب وانه ماخدش غلعاب واحد من مودر نفيوت شرلي المنتخب اللي هو عمر كمال عبدالواحد واضح جدا انه تركيزه النهاردة ما كانش كامل واضح ان التصريحات دي اصرت عليه جدا طبعا عشان كمان هو نال انتقادات عظيمة مش مننا هنا في رقم عشرة بس من كل الناس انبارح على تصريحاته دي اللي مش في وقتها ده ده هي كل الناس انبارح على سوشال ميديا كان بتنتقد جنش على تصريحه وقالت انه يعني مفروض يتكلم على منتخب مصر الطريقة افضل من كده لا هو في الاهم قبل ما يتكلم عن منتخب مصر انت تتكلم على فرقتك اللي بتنفس على بطولة دلوقتي بالضبط ده يعني المودن فيوتشر يلعب على السوبر اول مرة في تاريخه وممكن يكون قريب جدا هو ياخد بطولة انا كنت شايف ان انت بدم انت الكابتن وبدم انت القاد تقفل على فرقتك وتفكر في مباراة بكرة بعد المباراة كسبت تصريحات بقى التلفزيونية تصريحات تعمل قول كل اللي انت عاوس بس يبقى انت اواخد بطولة ده النهاردة بابسط مثال هو ريح الدنيا كلها جنش النهاردة جنش اخطأ وفي المباراة الكبيرة اللي كان عليها ضغطات كبيرة فاببساطة شديدة اي حد يتكلم يقول لك دي مستوى جنش كان في الموجود اعمل ازاي